بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الجزء الثالث من الدرس السابع بعنوان فول سكشن and of ست سكشن فيوز سوف نعرض بعض الأمثلة The view is made by passing the straight cutting plane completely through the part دعم فهم الفول سكشن فيو يعني خط القطع بيمر على كامل المجسم بتاعنا هنأخذ هنا المثال هذا المجسم والمنظور بتاعنا وحنجيب الكاتينج بلاين اللي هو قلنا ممكن تخيله هو المنشار هذا الكاتينج بلاين بتاعنا حيمر على كل المجسم على نفس المستوى بعد عملية القطع حنشيل الجزء الأمامي ده وننظر في الاتجاه هذا عشان نرسم إيه عشان نرسم بتاعنا بعد عملية القطع جبل عملية القطع كان فيه خطوط داشلاين ليه لأنه هذه الاستوانة والاستوانة هذه والاستوانة هذه جبل عملية القطع كانت مخ فيه بعد عملية القطع الاستوانة أصبحت مرئية يعني هذا حيكون إيه solid line هذا حيكون visible line visible line visible line وإيه visible line كل الخطوط اللي كانت داشلاين هتصبح إيه هتصبح visible line هذا كمان كان خط مخفي هيصبح الآن إيه خط إيه خط ضغر يعني بعد القطع الاليفيشن هيأخذ الشكل التالي وهنا قمنا بعملية التهشير بتاع الأماكن أو تضليل الأماكن اللي مر عليها إيه المنشعة هذه استوانة يعني فراغ هذه استوانة وهذه استوانة لا تحتاج تهشير أو لا يمكن تهشيرها treatment of hidden lines hidden lines are normally omitted from section views يعني يعني بعد عملية القطع المفروض نشيل كل الخطوط المخفية اللي هي hidden lines هناخذ هذا المثال بتاعنا هنقوم بعملية القطع هنجيب المنشار ونقسم المجسم بتاعنا والمنثور على اثنين ونشيل الجزء الأمامي وننظر في الاتجاه هذا الخط ده أصبح إيه أصبح عندي خط مرئي يعني إيه يعني هنا الخط ده أصبح إيه خط مرئي الاستوانة هذه والاستوانة هذه أصبحت مرئية ولهذا السبب ال-dash line أصبح هنا solid line لكن في خط هنا وراء اللي هو خط مخفي بعد عملية القطع باجي هو إيه خط مخفي اللي رسمناه هنا dash line وهنا dash line المفروض بعد عملية القطع لازم نشيل إيه الخطوط ال-dash line دي لكن قبل خلينا نقوم بعملية التهشير المفروض هنا هنهشر المكان اللي مر عليه المنشار وهنا كمان هنهشر المكان اللي مر عليه المنشار ولو نلاحظ هنا أنه التهشير مر على ال-dash line وقلنا المفروض ال-dash line له هنشيله وال-dash line الثاني كمان هنشيله يعني بعد عملية القطع ما فيش حاجة اسمها hidden line في المسقط بتاعي كل ال-hidden line لازم نشيله خلينا نمر للنوع الثاني من القطع اللي هو ال-offset section view the view is made by passing the binded cutting plane completely through the part هنا الفرق بالنسبة لل-full section أنه ال-cutting plane بيمر على مستويات مختلفة هذا في الاتجاه هذا بعدها نرجع وراء بعدها نروح في الاتجاه ده بعدها نرجع وراء وبعدها نروح في الاتجاه ده يعني هنا عندنا ايه؟ مستويات مختلفة وهنا بنسميه ال-offset section ليه غيرنا الاتجاه بتاع ال-cutting plane لأنه لو أخذنا cutting plane في الاتجاه ده بس الاستوانة هذه هنا هتكون بعد القطع مخفية والاستوانة هذه كمان هتكون بعد القطع مخفية يعني طريقة القطع هذه بتساعد على ايه؟ بتساعد على إظهار أكثر ما يمكن من الأشكال الداخلي الآن لو نظرنا في الاتجاه هذا هتصبح الخطوط ال-dash هذه هتصبح ظاهرة visible line هنا كمان الاستوانة اللي هي هذه هتصبح ظاهرة والاستوانة هذه كمان هتصبح ايه؟ ظاهرة يعني كل الخطوط ال-dash أو ال-hidden line هتصبح ايه؟ visible line وحنقوم بايه؟ بعملية التهشير بتاع الأماكن اللي مر عليها المشارع أشرنا هنا وهنا هنا وهنا هنا مكان فاضي هنا مكان فاضي كمان ما نهشر المكان الفاضي لأن المنشار ما يقتع الهواء المنشار يقتع عن عدة ثاني المد هنا في ملاحظة مهمة لما نيجي ونجيب النقطة هنا في ال-elevation بتاعي والنقطة هذه أجيبها في ال-elevation بيظهر عندي ايه؟ بيظهر عندي هنا خطين بالأحمر ورسمناهم هنا عشان نقول أنه في الواقع أو حسب قواعد القطع ما نرسم الخطين دول ما نحتاج نرسم الخطين دول لازم ايه؟ لازم نشيلهم Do not show the edge views of the cutting plane يعني الخطوط هذه لازم ايه؟ لازم نشيلها وهذه الرسمة النهائية بتاع ال-elevation بتاعنا بعد عملية ايه؟ القطع